دينا آخر كلمتين حاب أقولهم جات لنا مشاكل كتيرة قوي بس أنا هلخصها في دقيقة البنات كتير اللي بعطيلي اللي اتأخر سن الجواز وحاسة نهيام زي صحبتها اللي اتجوزوا وخلفوا ارضي ارضي في ربنا هيعواضك خير أكيد لأن زي ما قال دكتور طهر هو بيبان ربنا بس اللي موجودة فصلي ودعي ان ربنا يديك الزوج الصالح كان ممكن تتجوزي زوج مش صالح يبقى اهدلك ويخونك ويسيبك ويبقى معيك عيل واثنين وثلاثة زي ما بنشوفه محاكم الأسرة فده اللي هيخليك ترضي تقولي ان أنا كويس انها ما اتجوزتش حد وحش كان ممكن يجيلي حد وحش دي اللي البنات اللي لسه ما اتجوزتش أما الستات كتير اللي بعطيلي معظم حالات الطلاق والانفصال بسبب الخيانة والتليفون والسوشيال ميديا وما بقاش يهتموا وبقى يهتم بصحابه أكتر وخروجه وصفر واوا اردي بالجانب الحلو اللي فيه تخيلي بقى أنا اللي بقولك كده اردي بالجانب الحلو اللي فيه ما هتحاوليش تولي الوقت تبقى مركزة في كل التفاصيل والوحشة لان في الآخر هتنضمي لفريق المطلقات اللي متدايقين واللي أحيانا كتير منهم ندموا ان هم اتطلقوا كانت بتحبوا جوزها وبتحبوا ولادها حياتها كلها تفركشت في لحظة في كلمة من صاحبة في بوستة على سوشيال ميديا كرمتك 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 كبريائك ايه كرمتك كرمتك كبريائك ده جوزك فبصي للحاجات الحلوة واردي هو ده الرضا اردي وعيشي مدام بتحبيه وبتحبي بيتك وبتحبي ولادك كمان الشباب اللي بعتلي بيقولولي مش لايقين فرص شغل وشايفين ناس كتير قوي أغنية وشباب زينا وفي نفس سننا اردي واسع انت بقاش قاعد على الكنبة ماسك الموبايل وعملت بوصة على السوشيال ميديا وانت قاعد على الكنبة وعايز حلمك اللي عايز له ساعة يسنين يوصلك وانت قاعد على الكنبة لا قولي نفسك انا لسه صغير ولسه شاب صغير روح واشتغل ممكن بتبقاش شغال شغلنا انت بتحبها في الاول بس الشغلانة والتانية والتالتة هيوصلوك لحلمك في الاخر يا ما ناس كتير قوي اشتغلت حاجات كتير قوي لغاية ما وصل للحلم بتاعه مش شرط في الاول لحزة تبقى وصلت للحلم ووصلت للمشروع الضخم اسعى وانزل واشتغل وبطل قاعد على التليفون التليفون ده بس كل كل اللي هيصدره لك اكتئاب وحالة نفسية وهتحس ان انت اصغر واحد في العالم اللي انت عايش فيه بالرغم ان انت ممكن تكون بقدراتك وامكانياتك اللي جواك اكبر شاب في كل العيلة اللي انت فيها او في كل المحيط بتاعك واشتر واحد فيه بس انت مش شايف الشطارة دي ايه في التليفون ايه في كل الاحمطات اللي انت بتشوفها وانزل واشتغل شغل مش عيب اشتغل وسعه وتبقى راجل كسيب ومعاك فلوسك محدش يبقى كاسر عينك ولا بيصرف عليك ولا تروح تتجوز جوازة مريحة ومريشة عشان الست معاها فلوس ايه وهتعمل كده وانت كمان الستات المقهورة اللي بتعيط واللي معرفتش تختار صح وعندها عدم رضا تقول هو انا زنبي ايه في حياتي هو كل واحد يجي يتجاوزني يستغلني وياخد مصلحته ويمشي ليه لان انت طول الوقت بتدوري على حاجة مش بتاعتك دوري على حاجة اللي تناسبك والاختيار الصح بيوفر علينا مشاكل نفسية كتير الاختيار الصح والرضا بالموجود بيوفر علينا مشاكل نفسية كتير ممكن تدمر حياتنا وحياة ولادنا فخلاص تقول الرضا لازم يبقى نابع من جوه لازم يبقى انا رضيا رضيا بشكلي رضيا يا بنات يلي بتروح تعمله عمليات تجميل وانت عندك عشرين سنة الرضا مش بس الرضا بالفلوس ان انا فقير او غني رضيا بشكلي اللي ربنا بعتهولي رضيا ان انا صمرة رضيا ان انا عناية صغيرة رضيا بجسمي لو رفيعة رضيا وهم بقى رضيا وعارفة ان اكيد هيجيلي اللي يناسبني انا مش عايزة شوف حاجة مش بتاعتي انا هيجيلي اللي يناسبي والناس بشكلي والناس بمستوية الرضا يا جماعة مفتاح للسعادة اكبر مفتاح للسعادة ربنا بعتهولنا وهو الرضا شوفكم على خير الحلقة الجاية ان شاء الله اشتركوا في القناة